حين دقت ساعة الواحدة ظهرا على صوت أذان صلاة الجمعة لأول مرة اليوم بجميع مساجد نيوزيلندا وعلى شاشات التلفزيون الرسمي وكذا مواجي الإذاعة حشود غفيرة جاءت من كل فج وصوب تجمعوا في مدينة كرايست تشيرتش نيوزيلندية بحضور رئيسة الوزراء جاسيندا أردران للمشاركة في مراسم تأبين ضحايا مجزرة المسجدين بعد مرور أسبوع على وقوع المذبحة التي راح ضحيتها أكثر من خمسين قتيلا وجرح نحو خمسين آخرين رئيسة الوزراء جاسيندا أردران ارتدت حجابا أسودا وقادت حوالي خمسة ألاف شخص لمنتزى هاكلي بارك بالجهة المقابلة لمسجد النور وقفوا دقيقتين صمتا بعد رفع الأذان رجالا ونساء يرتدين حجابات سوداء بحضور وزراء ومسؤولي أمن وشرطيات شهدنا يرتدين الحجاب أيضا ويعلقنا ورودا حمراء على سطرتهن إمام مسجد النور الشيخ جمال فودة أحد الناجين من مجزرة المسجدين ألقى خطبة وقال إن دماء ضحايا لاعتداء الإرهابي لن تذهب هدرا بل من خلالهم سيرى العالم جمال الإسلام وجمال وحدتنا كما أثنى على رئيسة الجزراء وتعاملها مع المجزرة ووصفها بأنها مثال لقادة العالم في التسامح هذا وتفرض الشرطة حراسة أمنية شديدة على المساجد في جميع ينحاء نيوزيلندا منذ الهجوم كما تبدو مظاهر التعاطف مع المسلمين واضحة في تعاملاتهم هناك